السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا حنتكلم اليوم عن الميزة كثير من الناس بيحدث تطبيقات من الجوال لكن ما بيحدثها بشكل نهائي فالظل اللي هو الداكرة موجود فيها التطبيق وهو بيظنه حدف البرنامج بشكل نهائي مثلا هذا اللي هو الساعد كثير مننا بيسوي نفس الطريقة هذه اللي هو بيضغط على البرنامج بيسوي إزالة التطبيق حدف التطبيق حدف ساي لكن التطبيق ما انحدث بشكل نهائي هذا مثلا التطبيق اللي هو الراجعي كيف نشيره كامل نرجع ندخل عام عددات عام ندخل حق اسمه مساحة التخزين اللي هي هذه نضغط عليها تنزل تحت مثلا هنا الراجعي هنبحث عنه عندي تطبيقات كثيرة ما عليش لكن هننزل الآن للتطبيق هذا الراجعي تضغط عليه حدف التطبيق من هنا لا ما عليش الراجعي حدف التطبيق من هنا تشيره كذا كامل هنا إزالة التطبيق حدف التطبيق بينزال بشكل نهائي بدون أي بيانات شكرا لكم